أيها الإخوة الأحباب الإنسان مكلف أن يعبد الله والدليل وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون ومن أدق تعريفات العبادة أنها طاعة طوعية منزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية علة وجودنا أن نعبد الله وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون وحينما كلفنا الله أن نعبده أعطانا مقومات التكليف حينما يكلف الأب للتقريب ولله المثل الأعلى حينما يكلف الأب ابنه أن ينال الدكتوراه يعطيه مقومات الدراسة يحجز له مقعداً في جامعة محترمة يعطيه النفقات يعطيه الوسائل فالله عز وجل حينما كلفنا أن نعبده أعطانا مقومات التكليف مقومات التكليف هي الكون والعقد والفطرة والشهوة والحرية والمنهج والوقت هذه بنود هذا اللقاء الطيب الذي أرجو الله سبحانه وتعالى أن أقدم لكم شيئاً من الخير ومن الذي يمكن أن ينهض بنا إلى الله وإلى السمو الذي أراده الله لنا أيها الإخوة الكرام قالوا الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي فالكون كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله كل شيء فيه لذلك الله عز وجل حينما سخر هذا الكون سخره تسخيرين تسخير تعريف وتسخير تكريم أراد الله سبحانه وتعالى من هذا الكون العظيم أن نعرفه والدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا علة خلق السماوات والأرض أن نعلم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه ولعل الملمح الرائع في هذه الآية أن الله اكتفى من أسمائه الحسنى بإسمين لأن هذين الإسمين لو تحقق المرء بهما لستقام على أمر الله حينما يوقن أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله لابد من أن يستقيم على أمر الله لذلك أيها الإخوة هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة إذا صح أن الإسلام مسلس مقسم إلى أربعة أقسام القسم العلوي هو العقيدة وهو أخطر ما في الدين هذا القسم العلوي هو الميزان والخطأ في الميزان لا يصحح بينما الخطأ في الوزن لا يتكرر وأفضل ألف مرة من أن يخطئ المرء في الوزن من أن يكون ميزانه فيه خلل خطير فلذلك العقيدة يقع في رأسها معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة وقد قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أنتم حينما تتعرفون إلى أسماء الله الحسنى تقبلون على الله وأنتم حينما تشتقون من كمال الله كمالاً تتقربون به إلى الله إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي إذن هذا الكون إن صح التعبير مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلة هذا الكون في كل جزئية منه ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله بل إن الله سبحانه وتعالى يؤكد في أكثر من ألف آية أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن أيها الإخوة الأحباب رواد الفضاء حينما صعد رائد الفضاء في أول رحلة له إلى القمر أحد كبار علماء الفلك من القطر المصري كان في القاعدة قاعدة إطلاق هذه المركبة صاح رائد الفضاء فجأة لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً ما الذي حصل؟ بعد أن تجاوزت المركبة الخمسة وستين ألف كيلومتر هي طبقة الهواء فلما خرجت المركبة من طبقة الهواء إن عدم تناسر الضوء فإذا عدم تناسر الضوء أصبح الفضاء مظلماً ظلمةً حالكاً فصاح هذا الرائد لقد أصبحنا عمياً فإذا فتحنا القرآن الكريم الذي نزل قبل ألف وأربعمائة سنة يقول الله عز وجل ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون لأن هذا القرآن لكل الأمم والشعوب وهو خاتب الكتب ولأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والرسل إذاً لا بد له من معجزة مستمرة معه بينما معجزات الأنبياء السابقين وقعت مرةً وانتهت فأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه وفي أكبر محطة فضائية قبل عشر سنوات عرضوا في موقعهم المعلوماتي في الإنترنت صورةً لوردةٍ جورية لو تأملنا فيها دقيقاً لا نشك لثانيةٍ واحدة أنها وردةٌ جورية بأوراقها الحمراء الداكنة وبوريقاتها الخضراء الزاهية وبكأسها الأزرق في الوسط هذه الوردة الجورية كتب تحتها صورةٌ فجارٍ لنجمٍ اسمه عين القط يبعد عنا ثلاثة آلاف سنة ضوئية إذا فتحنا القرآن وقرأنا الآية الكريمة فإذا انشقت السماء فكانت وردةً كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذا يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن ما من مادةٍ ما من موضوعٍ يسكت الأطراف كلها ويجعلها تقضع لهذا الدين العظيم كالإعجاز العلمي نظرية أنشتاين هذه النظرية العملاقة التي قلبت مفاهيم الفيزياء هل تصدقون أنها مدرجة في آيةٍ واحدة وقد شرحت هذه الآية في مؤتمر الإعجاز الخامس الذي عقد في موسكو وعندي أصل الموضوع وإن يوماً عند ربك كألف سنةٍ مما تعدون والأمة العربية تعد السنة القمرية والقمر يدور حول الأرض دورةً كل شهر فإذا أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وصلنا بينهما بخط هذا الخط هو نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض نصف قطر الدائرة الذي هو مسار القمر حول الأرض نعرف طوله من نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما لو ضربناه بإثنين كان القطر لو ضربناه بثلاثة فاصل أربطعش البي كان المحيط لو ضربنا المحيط بإثني عشر على مدى العام بألف بألف سنة يعني نحن أحد أولادنا الصغار مع آلة حاسبة يستطيع أن يحسب كم يقطع القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما ضرب إثنين ضرب ثلاثة فاصل أربطعش ضرب إثني عشر ضرب ألف هذا الرقم الكبير الذي هو ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام لو قسمناه على ثواني اليوم وإن يوما لكانت المفاجأة الصاعقة الناتج سرعة الضوء الدقيقة ميتين وتسعة وتسعين ألف وستمية وخمسة وسبعين هذه سرعة الضوء الدقيقة التي قلبت مفاهيم الفيزياء مدرجة في آية واحدة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون أي ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد ما يقطعه القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد فإذا قسمنا على ثواني اليوم كانت سرعة الضوء الدقيقة أيها الإخوة الكرام هذا لون من ألوان الإعجاز العلمي الله عز وجل حينما قال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ما معنى هذه الآية الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلج يعني بيضوي وهناك قطر أطول في هذا الشكل البيضوي وقطر أصغر فإذا انتقلت الأرض من القطر الأطول إلى القطر الأصغر قلت المسافة بينها وبين الشمس هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس فإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة ما الذي يبقيها على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول الله عز وجل يرفع سرعة الأرض لينشأ من رفع هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى في مسارها فإذا وصلت إلى القطر الأطول والمسافة ازدادت وبحسب قانون التجاذب مع ازدياد المسافة تضعف الجاذبية فلألا تتفلت من جاذبية الشمس تخفض الأرض سرعتها هي مادة عاقلة من خفض سرعة الأرض كي ينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى في مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول لو أنها تفلتت كيف نرجعها إلى الشمس قال نحتاج إلى مليون مليون حبل كولاذي قطر الحبل خمسة أمتار وقوة شد هذا الحبل مليوني طن يعني الأرض مرتبطة بالشمس بقوة جذب تساوي مليون مليون ضرب مليونين من أجل أن تحرف الأرض في مسيرها حول الشمس ثلاثة مليمتر كل ثانية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزوله لكن ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده هذه الآية أثبتها العلم الحديث ثم لو أردنا أن نرجع الأرض إلى الشمس نحتاج إلى مليون مليون حبل فولازي قوة شد الحبل مليونات طن لو زرعنا هذه الحبال لفوجئنا أن نبين كل حبلين مسافة حبل واحد لا في إبحار ولا في انتقال ولا في بناء ولا في زراعة ولا في شمس أساسا اقرأوا الآية الكريمة الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها يعني بعمد لا ترونها وقوى التجازب هي عمد لا نراها أيها الإخوة الكرام الكون قرآن صامت والقرآن كون ناطق والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي إذن الكون بما فيه من آيات دالة على عظمة الله هو خلقه وقد قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار إنها عبادة التفكر وتفكر ساعة خير من قيام ليلة وهذه الآية تبين أن أحد نشاطات المؤمن التفكر في خلق السماوات والأرض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الويل لمن لم يفكر في هذه الآية إذا قلنا آيات الله الدال على عظمته هي آياته الكونية دقيقوا وآياته القرآنية وآياته التكوينية آياته الكونية خلقه وآياته القرآنية كلامه وآياته التكوينية أفعاله هذه الباخرة العملاقة التيتانيك الذي أصدر مع بنائها نشرة جاء في هذه النشرة إن القدر لا يستطيع أن يغرق هذه الباخرة ما الذي حصل أنها غرقت في أول رحلة لها من بريطانيا إلى بوستون قال أحد القساوس إن غرق الباخرة درس من السماء إلى بني البشر لذلك نحن نعرف الله إما من خلقه عن طريق التفكر وإما من أفعاله عن طريق النظر قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين وإما من كلامه عن طريق التدبر أصل الدين معرفة الله أيها الإخوة الكرام إذا عرفنا الآمرة ثم عرفنا الأمرة تفانينا في طاعة الآمرة أما إذا عرفنا الأمرة ولم نعرف الآمرة كحال المسلمين اليوم تفننا في التفلت من الأمر إذا عرفنا الآمرة ثم عرفنا الأمرة تفانينا في طاعة الآمرة أما إذا عرفنا الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر هذا الكون قرآن صامت يقرأه كل إنسان من أي جنس أو لون أو انتماء كتاب مفتوح إن في خلق السماوات والأرض واختلاك الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار والله عز وجل يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم يا رب ماذا عن آيات النفس قال تعالى وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ المرأة حينما تلد ينزل مع الجنين قرص لحمي يسمى عند الأطباء بالمشيمة في هذا القرص اللحمي يجتمع دم الأم مع دم الجنين ولا يختلطان ومن بديهيات الطب أننا إذا أعطينا دم لإنسان من زمرة غير زمرته لمات فورا بما يسمى بانحلال الدم يجتمع في هذا القرص اللحمي دم الأم مع دم الجنين ولكل دم زمرة ولا يختلطان لماذا لا يختلطان؟ قال بينهما غشاء هذا الغشاء سماه العلماء الغشاء العاقل لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها عقلاء الأطباء ماذا يفعل؟ دقيق يأخذ السكر من دم الأم يضعه في دم الجنين فقام هذا الغشاء بدور جهاز الهضم في بطن الأم ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم يضعه في دم الجنين قام مقام جهاز التنفس ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم يضعه في دم الجنين قام مقام البنكرياس الآن بدم الجنين في سكر أكسجين أنسولين يحترقوا ينشأ طاقة فحرارة الجنين 37 من أين جاءت؟ من السكر والأكسجين والأنسولين الآن نتيجة الاحتراق الثاني أكسيد الكربون الغشاء العاقل يأخذ ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين يضعه في دم الأم جزء من نفس الأم نفس جنينها صنع من؟ حكمة من؟ قدرة من؟ علم من؟ هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ تعصي الإلهة وأنت تظهر حبه؟ ذاك العمر في المقال شنيع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع هذا الغشاء العاقل ينقل من دم الأم إلى دم الجنين كل عوامل المناعة يعني جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه هذا الجنين محصاً منها لأن عوامل المناعة نقلت إليه عن طريق الغشاء العاقل هذا الغشاء العاقل يعد حارساً أميناً لو أن الأم تسممت بمادة غذائية فاسدة السم لا ينتقل إلى الجنين من رعى هذا الجنين في بطن أمه؟ يد من؟ يد الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا الغشاء العاقل يعلم معلومات لا يعلمها معظم أطباء النساء يعلم هذا الغشاء العاقل كم يحتاج الجنين من الغذاء؟ من السكريات، البروتينات المعادن، أشباه المعادن، الفيتامينات بكم كبير ويعرف حاجة الجنين وينفذها وهذه النسب تختلف من ساعة إلى أخرى بحسب نمو الجنين هذا شيء يعجز عنه أطباء الأرض هذا الغشاء العاقل حينما ينقل الغذاء إلى دم الجنين والغذاء يصيبه الاستقلاب يتحول إلى نسج الفائض حمض البول يأخذ حمض البول من دم الجنين يضعه في دم الأم فجزء من إفرازات الأم هو بول جنينها وقد يحتاج الجنين إلى مادة غذائية ليست متوافرة في غذاء أمه الأم عندها تشتهي غذاء يحتاجه جنينها صنع الله الذي أتقن كل شيء لذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هذا الكون بسماواته وأرضه بمجراته بكازاراته بمذنباته بالأرض بالجبال بالسهول بالوديان بالبحار بالبحيرات بالأسماك بالأطيار بالنباتات مظهر لأسماء الله الحسنى وأحد أكبر الكتب التي يقرأها كل الناس فلذلك الكون مسخر تسخير تعريف وتسخير تكريم الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الهلال قال هلال خير ورشد ننتفع به في التقويم ويرشدنا إلى ربنا لذلك الآن أي شيء خلقه الله عز وجل له وظيفتان كبيرتان الوظيفة الأولى إرشادية والوظيفة الثانية نفعية العالم الغربي استفاد من الوظيفة الثانية إلى أقصى الحدود أما المسلمون ينبغي أن يضيفوا إلى استفادتهم الإرشادية من آيات الكون أن يضيفوا إلى هذه الاستفادة أن يستفيدوا أيضا من الاستفادة النفعية أيها الإخوة الكرام الآن تأتي الآية الدقيقة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يعني الإنسان إذا آمن بالله وشكر حقق الهدف من وجوده عندئذ تتوقف المعالجة لأن حينما سخر الله لكم الكون تسخير تعريف رد فعل التعريف أن تؤمن وحينما سخر الله لنا الكون تسخير تكريم رد فعل التكريم أن تشكر فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك أيها الإخوة الكرام هذا المقوم الأول الكون الكون كتاب مفتوح قرآن صامت والتفكر أحد أكبر العبادات في الإسلام والتفكر جاء بفعل المضارع ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وهناك إشارة في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني سمانون سنة عبادة جوفاء يفضلها التفكر في خلق السماوات والأرض حتى تعرف الله حق المعرفة قال ابن القيم من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه أيها الإخوة ننتقل إلى المقوم الثاني وهو العقل العقل مناط التكليف العقل أداة معرفة الله الله عز وجل يقول والسماء رفعها ووضع الميزان العقل ميزان هذا العقل له مبادئ ثلاث مبدأ السببية مبدأ الغائية مبدأ عدم التناقض أي أن الإنسان من خلال هذا العقل لا يفهم شيئاً من دون سبب ولا يفهم شيئاً من دون غاية ولا يفهم شيئاً متناقضاً مع ذاته فمبدأ السببية والغائية وعدم التناقض مبادئ العقل السلاسة وأروع ما في الأمر أنها متوافقة توافقاً تاماً مع قوانين الكون العقل لا يقبل شيء بلا سبب والله جعل لكل شيء سبباً إن مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سبباً فأتبع سبباً لذلك أخطر شيء في حياة المسلمين أنهم تركوا الأخذ بالأسباب وتواكلوا على رب الأرباب أما الموقف السليم الذي يحتاجه المسلمون اليوم دققوا أن يأخذوا بالأسباب وكأنها كل شيء ثم يتوكلون على الله وكأنها ريست بشيء سهل جداً أن تأخذ بالأسباب وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها وتنسى الله وقعتك الشرك وسهل جداً أن لا تأخذ بها كما فعل المسلمون لكن البطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا ما يحتاجه المسلمون اليوم إن الله يلوم على العجز أن تقول ما بيدنا شيء انتهينا لا ما انتهينا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنت ضعيف هذا سر قوتك أنت قوي هذا سر ضعفك والأحداث تؤكد هذه الحقيقة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين دقه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لكن أيها الإخوة لا يمكن أن يكون العقل حكما على النقل النقل وحي الله النقل حق مطلق أما العقل مرتبط بالواقع يعني الآن نحن إذا أيقظنا إنسان من قبره مات قبل خمسين عام وأتيناه بقرص مدمج قلنا له في هذا القرص خمسة آلاف كتاب هل يصدق؟ لا يصدق عاش في حقبة ما كان في أقراص مدمجة كان في كتب الآن في قرص مدمج في خمسة آلاف كتاب مضبوطة بالشكل مع البحث فالعقل مرتبط بالواقع لذلك العقل له مهمتان مهمة قبل النقل ومهمة بعد النقل مهمته قبل النقل التأكد من صحة النقل ومهمته بعد النقل أن يفهم النقل أما أن يكون العقل حكما على النقل هذا لا يقبل في عقيدة المسلمين لأن النقل هو وحي السماء بالمناسبة إن صح أن هناك دائرة تمر بها أربعة خطوط خط النقل الصحيح قلت الصحيح في نقل غير صحيح وخط العقل الصريح في عقل تبريري العقل الصريح وخط الفطرة السليبة في فطرة منطمسة وخط الواقع الموضوعي في واقع مزور الحق دائرة تتقاطع فيها أربعة خطوط خط النقل الصحيح وخط العقل الصريح وخط الفطرة السليمة وخط الواقع الموضوعي أيها الأخوة لذلك قالوا ما كل ذكي بعاقل قد يحمل إنسان أعلى شهادة باختصاص نادر فهو ذكي جدا لكن إن لم يعرف الله فهو ليس بعاقل مر النبي مع أصحابه الكرام في أحد أسواق المدينة فرأى مجنونا فسأل النبي سؤال العارف من هذا؟ قال هذا مجنون قال لا هذا مبتلى المجنون من عصى الله ما كل ذكي بعاقل قد يحمل إنسان أعلى شهادة في اختصاص نادر فإذا ما عرف الله عز وجل ليس بعاقل العقل إدراك الكليات والذكاء إدراك التفاصيل الجزئية أيها الأخوة الكرام يعني الإنسان يشبه مركبة شهوته المحرك منطلق بشرعة عالية وعقله المقود ومنهج الشرع هو الطريق مهمة العقل مع اندفاع المركبة بالمحرك أن يبقي المركبة على الطريق هذه مهمتنا في شهوات نحن نندفع من خلالها إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجودنا إلى الزواج حفاظاً على النوع إلى تأكيد الذات حفاظاً على الذكر هذا الاندفاع بدافع الشهوات يحتاج إلى عقل يضبطه لذلك قال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِهُدًا مِّنَ اللَّهِ أيها الأخوة الكرام العقل مرتبط بالواقع والوحي مرتبط بعلم الله المطلق الآن العقل مقياس مقياس علمي والسماء رفعها ووضع الميزان ولكن هناك مقياس نفسي هي الفطرة دققوا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا إياكم أن تفهموا هذه الآية على غير ما أراد الله ألهمها فجورها وتقواها أنه فطرها فطرة عالية جدا بحيثه لو أنها أخطأت لكشفت خطأها ذاتيا ألهمها ذاتيا ألهمها فجورها وتقواها معنى الآية أن الإنسان إذا أخطأ يشعر أنه أخطأ لذلك في فندق بألمانيا كُتِب على سريره إذا لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فرشنا إنها وثيرة ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة الإنسان ينبغي أن يطمئن إلى طاعته لله عز وجل أيها الإخوة الكرام الآية الأصل في هذا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا فِتْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْنَّاسَ عَلَيْهَا يعني أن تقيم وجهك للدين أن تنطلق في تطبيق أوابره أن تؤدي العبادات هذا العمل يتوافق مع فطرتك لذلك ما من أمر أمرنا الله به إلا والنفس البشرية ترتاح له وما من نهي نهان عنه إلا والنفس البشرية تتألم من تركه فلذلك مرض الكآبة مرض منتشر في العالم الشعور بالذنب مرض منتشر فالإنسان إذا عصى الله عن وعي أو عن غير وعي فطرته تلح عليه بالتأنيب لو وسعنا الفكرة أكثر الهرة إن أطعمتها قطعة لحم تأكلها أمامك أما إذا خطفتها تأكلها بعيداً عنك معناها أدركت أن عملها غير صحيح والإنسان ما في إنسان يخطئ في الأرض إلا ويعلم أنه مخطئ الإسم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس أيها الإخوة آية أخرى تؤكد الفطرة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوغ والعسيان هذا من نعم الله علينا أنه أعطانا دفعاً إذا اتخذنا قراراً سليماً بالتوبة إلى الله وطاعته والإقبال عليه نشعر براحة ما بعدها راحة لذلك قال بعض الملوك إبراهيم بن أدهم الذي كان ملكاً قال والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف الإنسان حينما يتعرف إلى الله ترتاح نفسه أيها الإخوة الكرام أهم شيء تتوافق الفطرة مع المنهج توافقاً تاماً وكاملاً الآن لما سمي المعروف معروفاً ملمح دقيق جداً لأن النفوس البشرية بفطرتها تعرفه ابتداءاً فالله سمى معروف يعني معروف عند الخلق يعني إنسان بر أمه وأباه هذا العمل مقبول رائع عند البشر جميعاً على اختلاف مللهم ونحلهم إنسان عاواً أخو الضعيف فالمعروف معروف عند كل البشر والمنكر منكر عند كل البشر بل قال العلماء إن المعروف تعرفه الفطر السليمة ابتداءاً وإن المنكر تنكره الفطر السليمة ابتداءاً أيها الإخوة يقول عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون الآن شيء صاعق قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا البيت من الشعر الذي دخل صاحبه السجن في عهد سيدنا عمر هذا البيت عدته العرب أهجى بيت هو شعار كل إنسان الآن دعي المكارمة لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أيها الإخوة الكرام الآن دققوا حينما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس آية كريمة الله عز وجل بهذه البعثة المحمدية التي شرفنا الله بها أصبحنا معنى كنتم أي أصبحتم خير أمة أخرجت للناس ما علة هذه الخيرية؟ دققوا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فإن لم تأمر الأمة الإسلامية بالمعروف ولم تنهى عن المنكر دققوا فقدت خيريتها وأصبحت أمة كأية أمة خلقها الله والدليل الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه لماذا رد الله عليهم؟ قال تعالى قل فلما يعذبكم بذنوبكم وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نحن أمة الوحيين الكتاب والسنة الرد جاهز قل فلما يعذبكم بذنوبكم هذه حقيقة مرة وهي عندي أفضل ألف مرة من الوهم المريح قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مما خلق أيها الإخوة نقطة دقيقة جدا أننا لا نستحق هذا الوصف الإلهي أننا الأمة الخيرة إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر فإن لم نفعل فنحن كأية أمة خلقها الله والدليل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون ما دام منهج النبي مطبقا فيهم أيها الإخوة من هنا اضطر العلماء أن يقسموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمتين أمة الاستجابة التي استجابت لله وللرسول حينما دعيت إلى هذا الدين العظيم وهذه المعنية بكنتم خير أمة والأمة الثانية أمة التبليغ هذه كأية أمة خلقها الله عز وجل وَحِينَمَا هَنَا أَمْرُ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَنُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَنُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ هَنُوا عَلَى اللَّهِ أيها الإخوة الكرام الآن ننتقل إلى المقوم الرابع وهو الشهوة الشهوة قوة محركة الإنسان كائن متحرك ما الذي يحركه بحثه عن الطعام والشراب حفاظاً على وجوده الشخصي ثم بحثه عن زوجه والأنسة تتمنى زوجاً يحميها ويكرمها فالله عز وجل أودع فينا حب الطعام والشراب حفاظاً على وجودنا وأودع في الذكر والأنسة ميلاً إلى الطرف الآخر حفاظاً على النوع ليبقى النوع مستمرة وأودع فينا ما يسمى بتأكيد الذات حفاظاً على الذكر فالإنسان أمام ثلاث حاجات كبرى حاجة إلى الطعام والشراب وحاجة إلى الطرف الآخر وحاجة إلى أن يكون شيئاً مهماً وهذه الحاجات الثلاث يمكن أن تلبى في منهج الله عز وجل قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوبة والأنعام والحرص ذلك متاع الحياة الدنيا الحقيقة ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها بالإسلام ما في حرمان يا أخوان يعني شهوة حيادية أنا أسكن في دمشق إلى جوار عالم كبير من علماء القرآن بلغت سنه السادس والتسعين قال لي عندي ثمانية وثلاثون حفيداً أحد عشر منهم من حفاظ القرآن الكريم وثلاثة عشر منهم أطباء قلت في نفسي هذا الإنسان تزوج مرأة أنجب أولاد والأولاد جاءوا له بالكنائن وأنجب بنات والبنات جاءوا له بالأصهار الأولاد والبنات والأصهار والكنائن أنجبوا ثمانا وثلاثين حفيد هذا الجمع الغفير وهم نخبة ما سبب هذا الجمع الغفير يعني بالتعبير الذي ينبغي أن يقال علاقة جنسية وفي أي بيت دعارة علاقة جنسية الشهوة حيادية الشهوة يا أخوان حيادية سلم نرقى به أو دركات نهوي بها الشهوة يمكن أن ترقى بها مرتين مرة صابراً ومرة شاكراً جاءك مبلغ من المال فيه شبهة قلت معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين ترقى إلى الله صابراً عملت عملاً مشروعاً كسبت منه مالاً وفيراً استمتعت به أنت وأهلك ترقى إلى الله شاكراً فالشهوة ترقى بها مرتين ولولا الشهوات مرتقينا إلى رب الأرض والسماوات أيها الإخوة لا يوجد في الإسلام حرمان أبداً لكن بكل شهوة يمكن أن تتحرك مئة وثمانين درجة الله سمح لك بمئة درجة مئة وعشرين مئة وثلاثين تسعين كل شهوة هي مجال مسموح به في الشرع لذلك قال تعالى بقية الله خير لكم لما تبقى لك من الشهوات التي أباحها الله لك هو الخير لذلك مرة ثانية ما من شهوة أو دعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها بالإسلام ما في حرمان بس في نظام طبعاً كتوضيح لهذه الفكرة البنزين في السيارة إذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابيب المحكمة وانفجر في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركة نافعة أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل الآن البنزين نفسه صبه على المركبة أعطه شرارة يحرق المركبة ومن فيها المادة هي هي يجب أن نقنع أنه لولا الشهوات مرتقينا إلى رب الأرض والسماوات وما من شهوة أو دعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري قلالها أيها الإخوة بقي شيء الأوامر والنواهي ضمان لسلامتنا يعني إذا واحد ماشي بالطريق وجد لوحة مكتوب ممنوع التجاوز حق الألغام هل يشعر بحقد على وضع اللوحة؟ أبداً بالعكس يشكره هذه اللوحة ليست حداً لحريتك لكنها ضمان لسلامتك فحينما تفهم هذا الدين هذا الفهم أن الأوامر والنواهي ليست حداً لحريتنا بل هي ضمان لسلامتها تكون فقهاً أيها الإخوة الكرام شيء آخر العلاقة بين الأمر والنهي علاقة علمية يعني علاقة سبب بنتيجة والعلاقة بين النهي والنتيجة علاقة علمية علاقة سبب بنتيجة فالأمر الإلهي فيه بداخله نتائجه يعني مثلاً واحد يركب شاحنة معه عشرة طن وصل لجسر مكتوب أقصى حمولة خمسة طن لغباءه قال فيه شرطي ما هو موضوع شرطي ما هو موضوع شرطي إطلاقاً موضوع هذا الجسر ينهار بك هو مخالفة هذا الأمر في نتائجه نتائجه فيه أنت حينما تفهم أوامر الله أن بذور النتائج فيها هذا فهم علمي للدين لذلك الله عز وجل جعل أحكام الدين ضماناً لسلامتنا وليست حداً لحريتنا يعني السيارة نركبها جميعاً لماذا صنعت؟ صنعت لعلة واحدة أن تمشي لماذا فيها مكبح؟ المكبح إديولوجياً يتناقض مع اللي الصنعة يوقفها المكبح أكبر ضمان لسلامتها فكما أن السيارة علة صنعها السير المكبح يتناقض مع علة سيرها إذن الذي أمرنا الله به لمصلحتنا والذي نهان عنه كالمكبح ضمان لسلامتنا قبل آخر مقوم الاختيار أنت مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً الآية الدقيقة ولكل وجهة هو موليها الإنسان فاستبقوا الخيرات أما الآية الأصل في الموضوع وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون إذن أيها الإخوة الأحباب الإنسان مخير وفي اللحظة التي تتوهم أنك مسير أنت مسير فيما لم تكلف به مسير في كونك ذكراً أو أنساً ما حدث ألك مسير في أمك وأبيك مسير في مكان ولادتك مسير في زمن ولادتك أما فيما كلفك الله العبادات الصدق الأماني أنت مخير فيما كلفت لذلك سيدنا علي سؤل رضي الله عنه أَكَانَ مَسِيرُنَا إِلَى الشَّامِ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَقَدَرٍ قَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقَدَرًا حَاتِمًا إِذَنْ لَبَطَلَ الْوَعِدُ قَالَهُ عَلَهُ عَلَى الطَّاعَةِ لَبَطَلَ السَّوَابِ وَلَوْ أَجْبَرَهُمْ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَبَطَلَ الْعِقَابِ وَلَوْ تَرَكَهُمْ هَمَلًا لَكَانَ عَجْدًا فِي الْقُدْرَةِ أيها الأخوة، جاء لسيدنا عمر برجل شارب للخمر قال أقيم عليه الحد فقال هذا الرجل والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك كما يقول الجهلة فقال أقيم عليه الحد مرتين مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله قال ويحك يا هذا إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار أنت مخير في اللحظة التي تتوهم فيها أنك مسير تلغى الجنة والنار يلغى الثواب والعقاب تلغى المسؤولية تلغى حمل الأمان يلغى التكليف تصبح الحياة تمثيلية سميجة لذلك اعتقد أنك مخير وأن الله سيحاسبك بالعكس لو بنينا جدارين على عرض كتف إنسان بحيث أن الجدار الأيمن يلمس كتفه الأيمن والأيسر يلمس كتفه الأيسر وقلنا له خذ اليمين أي أنو يمين هذا إذا الجدار على عرض كتف الإنسان يعني لمجرد الأمر والنهي في القرآن الكريم أنت مخير لوجرد وجود الأمر والنهي في القرآن الكريم أنت مخير لذلك أيها الإخوة الله عز وجل يقول وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُمَا أَشْرَكْنَهُ هذه عقيدة من؟ عقيدة المشركين ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون بقي مقوم واحد نحن في عنا مقياس العقل وعنا مقياس الفطرة لكن لو أنها العقل اختل العقل قد يختل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبس وبسر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر بعقله إذا ضل العقل أو إن طمست الفطرة أعطانا ميزان سابت هو الشرع فالحسن ما حسنه الشرع والقبح ما قبحه الشرع يعني كأستاذ رياضيات أعطاك مسألة قال لك هذا هو الجواب فإذا حللتها وفق هذا الجواب فأنت مصيب وإلا فأنت مغطئ فإذا هداك عقلك إلى ما يوافق الشرع نعم هذا التفكير أما إذا انتهيت بعقلك إلى شيء يخالف الشرع فهذا التفكير غير صحيح لذلك الله جعل مقياس ثابت وهو الكتاب والسنة ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة رسوله آخر شيء يقول بعض العلماء الشريعة رحمة كلها عدل كلها مصلحة كلها حكمة كلها أية قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة من الحكمة إلى خلافها من المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تكليف وتكليف أيها الإخوة الكرام مقومات التكليف الكون والعقل والفطرة والشهوة والحرية والمنهج الشرعي الذي أكرمنا الله به وأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد قدمت لكم شيئا وأسأل الله التوفيق لكم ولجميع المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر